سنعطيكم معلومة اخرى حيواننا السري من اقرباء فصيلة مشهورة للباندا الاملاق قريب واحد فقط لكنه حيوان افغر منه حجما ويأكل الخيزران والفواكه والطيور ايضا انه الباندا الاحمر ينشط الباندا الاحمر ليلا ويرتاح اثناء النهار ويعيش في الغابات الكثيفة ويقضي معظم حياته بين الاشجار ويعيش داخل وكر ويبني عشا من الاغصان المورقة لا ينزل الباندا الاحمر الى الارض الا للاكل فقط وهو رقيق وعند اخرافته يطلق صوتا حدا قصيرا انه يشبه الثعلب قليلا وفي الصين يسمى الباندا الاحمر باسم هان هو ويعني ثعلب النار بسبب لون فرائه المشع اما الباندا فينتمي الى ففيلة اكبر تضم الراكون رغم اعتقاد البعض بانها تنتمي الى الدببة يعيش الباندا الاحمر في مجموعات من الاناس وصغارها اما الذكور فتفضل العيش بمفردها تولد الجراء عمياء ولا تفتح اعينها الا بعد اسبوعين من ولادتها عندما يبلغ عمرها اربعة اشهر يصبح بامكانها اللعب واللحاق بالامهات تعرض الباندا الاحمر للصيد بسبب فرائه وهو معرض للانقراض مثل الباندا الاملاق لكنه على النقيد من قريبه الشهير لا يعتبر الباندا الاحمر مشهورا وتندر رؤيته في البرية اذا حيوان الباندا الاحمر هو اكثر حيوانات الصين سرية ترجمة نانسي قنقر